نعزي صاحب العصر والزمان والإمامين الهمامين الجوادين ومراجعنا العظام والعالم الإسلامي بأسره بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا ألا وهي استشهاد سادس أئمة الهدى وأعلام الورى والإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام السلام عليكم أيها الحضور الحزين ورحمة الله وبركاته نقرأ البيان نيابة عن مواكب الكاظمية بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم من الأمور التي حافظت على خلود النهضة الحسينية وانتشار الفكر الحسيني في ضمائر المؤمنين على مر الأجيال هي إقامة الشعائر الحسينية وكان الشاعر والرادود من أسباب عدم محو ذكر الإمام الحسين عليه السلام وديمومة دعوته وخلود رسالته ليبقى نبراسا للمجاهدين والثورة على الظلم ما دام هناك صوت ومنبر ولأن ذلك لا يروق لأعداء أهل البيت عليهم السلام فقد دابوا على تشويه تلك الشعائر شيئا فشيئا ودسوا فيها كل ما يخرجها من المنطق والعقل لجعلها مدعاة للاستهجان والاستهزاء والاستخفاف بها فعلى الرادود أن يوازن بين الأطوار وكلمات القصيدة الحسينية ليكون مضمونها ذات رسالة تخدم المرحلة ولا بأس بالحداثة بصورة لا تخرج القصيدة والطورة عن الذوق العام ولا عن إطار التراث الحسيني وبقائها ضمن الموازين الشرعية لتوظيف هذا الفن في التربية والتوجيه ومعالجة الواقع الذي يعيشه المجتمع ولكن مما يؤسف له ظهور وطوار ذات إيقاعات هجينة وغريبة على الثقافة الحسينية الأصيلة تساعد على تغييب جوهر القضية الحسينية وإفراغها من محتواها الفكري والمعنوي الرصين واستمالة شبابنا نحو هذه المجالس التي تكون أقرب لمجالس اللهو والطرب منها إلى مجالس العزاء الحسيني وهذا ما أشار إليه الأخوة في العتبات المقدسة الأخرى اتجاه الممارسات الدخيلة والتي لا تمت بصلة بشعائر أهل البيت عليهم السلام بل نضم صوتنا إلى صوتهم بمقاطعة كل من يروج لهذه الثقافة المشئينة وكل من يعمل على تشويه الشعائر الحسينية وعدم إفساح المجال لهم خاصة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة حتى لا تكون هذه الأماكن منطلقا لترويج هكذا ممارسات منحرفة وظالة ومن هنا تود مواكب مدينة الكاظمية المقدسة أن تؤكد على أهمية العمل على منع انتشار تلك الممارسات والسلوكيات في كل المناسبات وفي كل مكان وزمان من أجل الحفاظ على الموروث الديني للقضية الحسينية ومنع المتسيدين في الماء العكر من إثارة القلاقل حول عقائد ديننا الحنيف وشعائرنا ومقدساتنا وهذا ما أشارت إليه المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرفي عندما أصدر سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السستاني دام ظله الوارف وصايا للخطباء والمبلغين بمناسبة قرب حلول شهر المحرم الحرام عام 1441 هجرية نقططف منها ما يتعلق بموضوع هذا البيان وليسع الشعراء إلى تضمين قصائدهم حول أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم المعاني الراشدة والمذكرة والحكيمة والفاضلة ليساعد في تنمية العقل وتحفيز الرجد وتحريك الضمير وتفعيل الفطرة ومزيد الاعتبار اقتفاء بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وآثار عترته الطاهرين عليهم السلام ولأن ذلك هو السياق المناسب لعرض سيرة الأئمة صلوات الله عليهم وتضحياتهم وما جرى عليهم فإن للشعر البليغ جمالاً بالغاً وأثراً كبيراً في النفوس وقدرةً فائقةً على تأجيج المشاعر وتهييجها فينبغي الانتفاع به على الوجه الأمثل للغايات الراشدة والنبيلة وتجنب طرح ما يسير الفرق بين المؤمنين والاختلاف فيهم والاهتمام بالحفاظ على وحدتهم وتعازرهم والتواد بينهم وليحذر المرء من الابتداع والبدع وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه ولا حجة موثوقة عليه فيه فإن الابتداع في الدين من أضر وجوه الضلالة فيه وهي تؤدي إلى تشعب الدين إلى عقائد متعددة وانقسام أهله إلى فرق وأحزاب مختلفة ومتقاطعة كما نشهده في كثير من الأديان والمذاهب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله التحذير من البدعة وأن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلوة في شأن النبي وعترته صلوات الله عليهم وبعد كل ما تقدم تؤكد مواكب مدينة الكاظمية المقدسة على أن الشعائر الحشينية تمثل أحد أهم تجليات الدين الإسلامي الحنيف ومصادقه مما يستزم الحفاظ على قدسيتها ونقائها من أي شائبة قد توجب توهينها بل علينا أن نجعل من الشعائر الحسينية حركة وعي وإدراك وتوجيه وتقويم استجابة للنداء ألا من ناصر ينصرنا والله من وراء القصد والسلام عليكم